تهجير جماعي وبشكل غير قانوني لعشرات العائلات والمنفذ القوات الحكومية ملخص لما حدث في قرية العيثة شمالي قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين قبل نحو شهر وهو ما جاء في تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أوضحت فيه تفاصيل جريمة أخرى دائما ما تتكرر في مناطق بعينها في العراق المنظمة الحقوقية أكدت أن الجيش الحكومي نفذ ما قالت عنه حملة إجلاء بشكل غير قانوني طالت 91 عائلة من قرية العيثة والسبب نزاع مع عائلة أحد وزراء الحكومة الحالية ولم تكن هي المرة الأولى بل سبق وأن عاشت هذه العائلات مرارة التهجير مرات ومرات حيث اضطرت قبل سنوات لمغادرة مناطق سكناها أثناء المعارك التي دارت حينها بين القوات الحكومية وتنظيم داعش لتعيش حياة النزوح في المخيمات ومن ثم ليتم لاحقا إجبارها على ترك هذه المخيمات والعودة إلى القرية قبل أن يتم مؤخرا تهجير أفرادها مجددا هيومان رايس ووتش اتهمت السلطات الحكومية في العراق بتغليب الاعتبارات الشخصية والسياسية على حماية النازحين بل وأكدت أنها تحدثت إلى ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين الحالية بهذا الأمر إلا أنه لم يقدم أي تبرير لعمليات الإخلاء إذن بأمر من أحد وزراء حكومة الكاظمي تم تهجير مئات العراقيين من قرية العيثة وكبقية المناطق المستهدفة سواء في حزام بغداد أو ناحية جرف الصخر أو في الموصل وديالة وغيرها فالذرائع الحكومية لطالما كانت جاهزة لتبرير حملات التهجير والاعتقال التعسفية والممنهجة التي يتعرض لها سكان هذه المناطق وأيا كانت الذريعة هذه المرة فالنتيجة واحدة عراقيون مهجرون قصرا من أرضهم ونازحون بلا حماية في وطنهم